السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مع فيديو جديد طبعا انتو عارفين انا مين انا محمد عليوة صديقكم وحبيبكم واخوكم الاصغر الاكبر ايا كان الفئة العمرية اللي بتشاهدني فانا بكون سعيد جدا مع كل واحد بالفرج على فيديوهاتي وبيحاول ان هو يستفيد منها وبتمنى دايما ان انا اكون عند حصن ظنكم وطبعا انت كمان لازم تقف جنبي وتبدأ تشير الفيديوهات دي وتنشرها مع اي حد من صحابك اتعب نفسك شوية وادخل على القناة وهطلو الفيديو اللي انت شفت انه هو فاتك في حاجة معينة وخليه يفيد اي حد غيرك او انك حتى تعمل اي شير لأي فيديو عندي على الفيسبوك ابدأ شيره مع كل صحابك في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن ميزة مهمة جدا تعددت انواع الشاشات وكل ما نعرف شاشات السمارت والاندرويد وان شاء الله قريبا جدا هعملك فيديو في مقارنة ما بين السمارت والاندرويد ويقوم بتاع النهاردة المميزات لان سؤال ده بيجيلي كثير جدا من اكتر المميزات اللي منذ فجر التاريخ كلنا مندور عليها وعيزين نعملها وهي عرض شاشت الموبايل على الشاشة انك تستعمل شاشة الموبايل على الشاشة لان دي بتحل ازمة كبيرة جدا يعني لو انت ما عندكش اي بي تي في فتتفرج من على الموبايل لو ما عندكش رصيفة، في مميزات حلو فوش اي بي تي في ما فوش يوتيوب فهتتفرج من الموبايل على الشاشة ودي ميزة انا شايف انها فوق الممتازة طبعا هنا تعدادة الحلول قبل بيكون فيه شاشة سمارت كان فيه حلول كتيرة جدا كان اهمها والحال اللي انا لاجعت له الفترة طويلة جدا كابل بالشكل ده كده كنت بجيبه بابدي اوصل فيه الكابل ده كان كابل عادي جدا لو فتحنا مع بعضه وبصنا عليه واخدنا عليه لقطة صريعة جدا الكابل ده كان بالشكل ده كده كل اللي كان فيه ان هو مخرج بيركب فيه التليفون العادي جدا مخرج المايكرو بتاع الشاحن العادي اللي كلنا عارفينه وفي الناحية التانية كان عبارة عن مخرجين واحد يو اس بي وواحد اتش دي ام اي كانوا بركبه في الشاشة وبمجرد تركيبهم كانوا بيشتغلوا بس اسناء شراك حاجة زي كده لازم تروح تتأكد انها متوافقة مع نوع التليفون اللي انت هتشغلها عليه مش مع نوع الشاشة لان في النهاية هو مخرج اتش دي ام اي وممكن تركب حتى اليو اس بي في اي مكان لو حتى ان شاء الله شاحن خارجة ككهرباء بس لو ما فيش مخرج فاضي اليو اس بي وتبدأ ان انت تشغل وتستعرض والحل ده كان كويس جدا كان متوافق مع تليفوني اكس سوني اكسي بيديا زيد وكان متوافق مع شاشة الي جي وتفرجت عليه لفترة طويلة جدا بعدها بدأنا نشوف حلول تانية كتير ولكن دلوقتي الناس ما بقتش عايزة انها تتفرج اصلا بسلك هو مش عايز يركب سلك عايز يركب واي فاي لذلك انه يعني يربط من غير اي حاجة ده طبعا بقى له حلول كتير اوي الاول لو انت عندك شاشة سمارت اللي نعمله في اخر الفيديو ان احنا ازاي هنشوف ان احنا نوصلها طبعا تقولي انا بعرف استعرضي شاشة العادية انا مش بكلمك على استعراض يوتيوب يعني بمعنى اضاك ما تفتح ليش يوتيوب وتلاقي المربع اللي ظاهر فوق ده اللي بتبتاك على تكة بيبدأ يشغل لك التليفون لا اللي هنعمله في الفيديو ده هنستعرض الطريقة الاولى لتشغيل يوتيوب وبعد كده هنستعرض الطريقة التانية اللي هي عرض الشاشة بشكل مستمر اي حاجة بتجيبها على الشاشة تبدأ انك تستعرضها سواء بتعمل سواء بتعمل اي حاجة على الشاشة بتشغل تطبيق بتشغل مباريات بتشغل اي حاجة انت عايزها بتستعرض فيديو من غير الانترنت يعني انت عايز تتفرج على حاجة على الموبايل بتاعك ومش محتاجة انك تصل بالانترنت فهتبدأ تستعرض مثلا فيلم عايز تتفرج عليه كل الحلول دي هنشوفها مع بعض من خلال انك تربط من خلال يوتيوب وكمان انك تربط من خلال ربط سطح اشي 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 او سطح المكتب الخاص بالتليفون بوجه عام ويظهر على الشاشة طول ما انت بتتحرك على التليفون وطبعا الحلول اللي اتكلمت عنها دي سواء حل السلك سواء اي حل تاني ناس هتقول لي طيب انا ما عندي شاشة انا عندي تلفزيون او انا عندي شاشة ومش حابب اشتري سلك ايه اللي انا ممكن اعمله اللي انت ممكن تعمله لانت تشتري رصيفر بيدعم ميزة زي دي بيدعم ميزة او ديلنا المميزتين دول بيعملوا لك نفس الحاجة اللي هنعملها هنشرحهم ان شاء الله في فيديو قادم بامر الله تعالى وعرفك ازاي انك تربط التليفون بتاعك بالشاشة طبعا من خلال الرصيفة هنت بتربطه بالرصيفر ولكن الشاشة هي اللي بتعرف تدعو تتفرج على اي حاجة موجودة على التليفون من خلال الرصيفر نفسه بيكون الرصيفر هنا حلقة الوقت بس كل اللي هنعمله في الفيديو ده ان احنا هنربط التليفون اللي موجود معنا بالشاشة السمارت لازم تكون الشاشة سمارت هنربط 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 يوتيوب عادي جدا ودي طريقة بيعرفها حوالي 90% مننا والطريقة التانية وهي برضو كويسة جدا وسهلة جدا انك تربط التليفون ككل بالشاشة وطبعا تتفرج على كل اللي انت عايزه انا شايف ان الحاجة دي هتعرفك طرق كتير جدا للفرجة وهتساعدك بصورة كبيرة وانتظروا مني ان شاء الله طبعا انا بتأسف عن جودة الفيديو هتشوفو دلوقتي لان الجودة مش مزبوطة الادكاب بتتهز ولكن ان شاء الله انتظروا مني فيديو كويس جدا هيعرفكم ازاي تربطوا شاشة الموبايل بشاشة الرصيفر او بالرصيفر نفسه وتعرضها بنفس الطريقة اللي هنعملها دلوقتي مع الشاشة ولكن المرة الجاية هنعملها مع تلفزيون عادي او مع شاشة عادية مش سمارت ده هنشوفه ان شاء الله من خلال الرصيفر انتظروا الفيديو القادم وانشروا الفيديو ده ودعمني بلايك وسبسكرايب وشار الفيديو عشان يوصل اي حد محتاجة انا شباب الطريقة الاولى في ربط الشاشة بالموبايل واللي كلنا عارفينها بتكون من خلال يوتيوب انك بتشغل اي فيديو على يوتيوب وبتظهر لك فوق هنا كده علامة مشاهدة على التلفزيون طول ما انت ورائب من التلفزيون بتقدر انك تدوس على العلامة دي بيبدأ الفيديو معاك يظهر على التلفزيون بدون اي مشاكل لو ضغطت على المربع الموجود هنا ده كده بيبدأ يعمل ربط على التلفزيون اللي موجود عندك وطبعا زي ما انا عارفين ان ده بيكون متوقف على سرعة الانترنت الموجودة عندك خل كل حاجة هتكون من خلال الشاشة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مع فيديو جديد انا محمد علي واكيد تعرفني طالما انت موجود على قناتي اول ما بدأت على يوتيوب كان كل حلمي ان انا اوصل لا احنا عايزين نشغل الموبايل نفسه او نستعرض الدسكتوب الخاص بالموبايل نفسه وده اللي هنتعلمه مع بعض دلوقتي وزي ما احنا عارفين ان الطرية الاولى بتكون من خلال التطبيقات زي تطبيق يوتيوب زي ما شوفنا مع بعض دلوقتي ولكن انت لو عايز تستعرض سطح المكتب الخاص بالهاتف الخاص بيك بس فهيكون الاجراء كالتالي انك بتروح لي الاعدادات من الجنب الموجودة في الشاشة ايا كان بقى نوحها وبتدور على انعكاس الشاشة او الاتصال بتبتتدور في الخيارات الموجودة عندك وطبعا يفضل ان تكون اللغة العربية بتروح من التوصيل ومن التوصيل بتروح على سكرين شير او اعدادات سكرين شير دي عشان تجرب انك تربط الشاشة بتاعت الموبايل بشكل عادر ساعدت هنا كده باول حاجة بتعمل حزف محفوظات الاكتران بتحزف اي اجهزة مقترنة من قبله وبعد كده بتروح على الاندرويد الخاص بيك وتسحب من فوق هنا كده فوق هنا كده وتبدأ تدور على حاجة اسمها سكرين ميرورينج بتدوس عليها مرة واحدة بتظهر لك الشاشة الخاصة بيك بتدوس عليها انقر للتوصيل طبعا هنا بيخيارك بتجوب من الرموت وبتعمل توصيل ما بين الشاشة وبالتوصيل وما بين الهاتف الخاص بيك. بالشكل ده تم عملية الربط زي ما احنا شايفين مع بعضsama بين الهاتف وما بين الشاشة بتبدأ بقى انك تتحرك في التطبيقات اللي موجودة معاك اي ان كان بقى التطبيق اللي هتعتمد عليه في المشاهدة زي ما احنا عارفين وزي ما اتكلمنا في اول الفيديو ان فيه كتير جدا من التطبيقات اللي بتفرلك المشاهدة سواء كان لمدة يوم لمدة شهر اي ان كان بقى المدة اللي هتتفرق فيها ولكن التطبيقات كتير جدا بعد كده بتعمل تمكين لتدوير الشاشة زي ما احنا شايفين مع بعض وتبدأ انك تحرك الشاشة وتروح للتطبيق طبعا مش هنروح لأي قناة من القناة الرياضية هنروح للقناة المفتوحة العادية جدا وانت ممكن تتفرج اي قناة تحتاجها بطريقة سهلة جدا اي ان كان القناة اللي هتفرج عليها هتبدأ تشغلها بالشكل ده كده اول ما تظهر معاك هتعمل تدوير وبين دول ما تعمل تدوير هتلاقي القناة اشتغلت معاك حسب سرعة الانترنت المتوفرة عندك وتقدر بقى انك تعلص صوت ده تزبط كل حاجة في العديدات بطريقة سهلة جدا وسالسة مش هتكلفك كتير من الوقت ولا كتير من المجهود لو عملنا تجربة على قناة تانية وليكن زي افلال هنلاقيها هتشتغل معانا بالشكل ده مباشرة طبعا الحجم مش عشانا صغير لان الحجم على الموبايل نفسه صغير مفيش اي مشكلة في طريقة العرض نفسها هنلاقي في قناة اشتغالها بالشكل ده كده لو حاولنا نحن نعلص صوت شويتين بحيس انها تزبط معانا